أيضاً جاء في صحيفة الرياضية اليوم من خلال المنشتات في الصفحة الأولى أن الأمير مشعل بن سعود رئيس هيئة أعضاء الشرف احتوى الأزمة التي طرأت بين الأحمد الفريدي والنصر بعد انقطاعه عن التدريبات طوال أيام الماضية وذلك خلال اجتماع احتضنه منزل أمير مشعل عصر أمس وجه خلاله رئيس هيئة أعضاء الشرف عتاباً للفريدي لتغيبه عن التدريبات ورافضاً أن تكون مطالباته المالية مبرراً لمثل هذا التصرف في جلسة اتسمت بمصارحة عالية دكتور نايف أسمع تعليقك والله شوف للأسف دارة النصرية من وضعت نفسها في هذا الموقف الضعيف ضد لاعب الفريق وبالتحديد الفريدي الفريدي يغيب وقت ما يبيه ويخلص تجارته ويرجع مرة ثانية للنصر وكأن نادي النصر ليس له حقوق على أحمد الفريدي وليس له جماهير تحترق وليس له محبين يتابعونه نعم بمجرد أن حقوقي تأخرت أولاً أنا كنت ضد ما حدث للفريدي في نهاية كاس الملك الموسم الماضي أمام الأهلي رغم أن الطرد يعني مستحق فما تلا الطرد من عاطفة ومن ناس استغلوا عاطفة الجمهورة النصراوي جي شوه اليوم الثاني شفت الجمهورة النصراوي أمام أمام محلات أحمد الفريدي بدلاً من ما يتم معاقبة أحمد الفريدي على ما عمله في نادي النصر تم مكافأته بطريقة أخرى أحياناً العاطفة عامل سلبي اللاعب طرد في النهاية حق الفريق وين؟ حق الشعار ترتديه المبالغة تدفع فيك فالهدف في ربع الثاني يحصل في المباراة هو انتقم لنفسه لكنها سالة شعار نادي النصر اليوم يغيب أحمد الفريدي ويعود أحمد الفريدي على مزاجه السبب حقوقي حقوقك في جهات طالب فيها لكن أن تصل مرحلة تتصور كلاستفزاز لجماهير نادي كبير وتخلص أمورك هناك وترجع للتدريمات مرة ثانية ما أنت بحاسب لا أحد حسابها هنا المشكلة هنا أنا ما أحملها أحمد الفريدي أحمد الفريدي لقلبان مفتوح له وعلى أحمد الفريدي يعني أنه يلعب في نادي عساطير خط الوسط في الكرة السعودية والنجوم التاريخين في قارة آسيا في المركز هذا اللي هو يلعب فيه نعم أتذكر خالد التركي في هادل ريفي يوسف خميس المجموعة الكبيرة لا يفكر أحمد الفريدي نفسه مثلا أنها أكبر من نادي النصر مجرد بقيلة ثلاثة مليون أو ثلاثة مليون في طرق أخرى خذ منها أنا أرجع أقول ما ألوم أحمد الفريدي بقدر ما ألوم إدارة النصر ألا كان موقفها ضعيف أمام مثل هؤلاء اللاعبين